السلام عليكم ورحمة الله اهلا بطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي هنبدأ في شرح الدرس الاولاني في الترمي التاني حل معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين جبريا وبيانيا اول حاجة محتاجين نعرفها يعني ايه معادلة؟ هي جملة رياضية او تعبير رياضي بين جملتين رياضيتين وبينها معلامة يساوي المعادلة دي بنسميها معادلة من الدرجة الاولى في متغير واحد لان المتغير سين اللي عندنا القص بتاعه واحد فبنسميه معادلة من الدرجة الاولى 吋hir كلمح معادلة؟ هل هناك الكلمح وليه المعادلة دي في متغير واحد؟ لان ما عندنامشي المعادلة غير المتغير سين بس واضح كده ما فوقه المعادلة؟ طيب! يعني ايه حل المعادلة؟ حل المعادلة يعني ننا محتاجة يا定ك Lapacين اللي بتحقيل المعادلة وقيام سين تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية يبقى احنا كده دلوقتي عندنا معادلة من الدرجة الاولى في متغير واحد اسمه سين المعدلة من الدرجة الاولى في متغيرين بتبقى شكلها ازاي دي معادلة من الدرجة الاولى في متغيرين ليه؟ زي ما احنا شايفين عندنا متغيرين سين وصاد وعندنا طرفين بينهم علامة يساوي المعدلة دي من انهي درجة خلينا نشوف المتغير سين القص بتاع واحد والمتغير صاد القص بتاع واحد يبقى المعدلة دي من الدرجة الاولى حل المعدلة من الدرجة الاولى اللي في المتغيرين معناها ايه؟ معناها ان انا ان اجيب جميع قيم سين وهاجيب جميع قيم صاد اللي بتحقق المعادلة وسين بتنتمي الحا وصاد بتنتمي الحا مفهوم هيبقى ازواج مرتبة سين وصاد بحيث ان سين وصاد بتنتمي للحاصر الدكارتي اللي هو حا فحا احنا عارفين ان حا فحا هيعبار عن مجموعة الازواج المرتبة اللي المسقط الاول في الزوج المرتب سين بينتمي الحا والمسقط التاني اللي هو صاد بينتمي الحا مفهوم لحد كده خلونا تلوقتي ناخد مثال نوضح بالمعلوم لو انا عندي مستطيل مديني محيطه بسوي 20 سنتي بيقول لي اوجد القيم الممكنة لطوله وعرضه هنفترض ان طوله المستطيل وليكن سين وعرضه المستطيل وليكن صاد احنا عارفين ان محيط المستطيل بسوي ايه الطول زياد العرض في اثنين يعني طوله سين وعرضه صاد يبقى محيطه اللي هو مجموعة اطلاعه اللي هو سين زياد صاد زياد سين زياد صاد اللي هو سين زياد صاد في اثنين هو مجموعة محيطه بكام بسوي 20 سنتي يبقى 20 بتسوي سين زياد صاد في اثنين حاسب المعادلة دي على اثنين هتبقى سين زياد صاد بتسوي عشر كده انا جبت معادلة لقيم المستطيل اللي عندي هو داتي بيسألنا ايه هي القيم الممكنة لسين وصاد اللي هي طوله وعرضه هنعمل ايه عشان نجيب القيم اول حاجة تعملها خلي متغير صاد في الطرف والمتغير سين في الطرف هتبقى صاد بتسوي عشر ناقص سين جبت سين الناحية التانية باشارة مخلفة زي ما احنا شايفين انا كل ما حط قيمة لسين هتطلع قيمة لصاد حط مثلا قيمة لسين بواحد لما تحط قيمة لسين بواحد صاد بتطلع بكام عشر ناقص واحد بتسعة حط قيمة سين باتنين حط تطلع بكام بتمانية وهنفضل بهذا الشكل كل ما نحط قيمة لسين اطلع قيمة لصاد احنا عندلنا القيم المنكدة للمستطيل ده عدد لا نهاي من الحلول ونقدر نكتب مجموعة الحل ازاي مجموعة الحل اللي هي عبارة عن مجموعة الازواج المرتبة سين وصاد بحيث ان صاد بتساوي عشر ناقص سين دي المجموعة الحل بتطلع ازواج مرتبة عدد لا نهاي بحيث ان الزوج المرتب ده بيحقق المعدل اللي عندنا مفهوم لحد كده خلونا دلوقتي نتعرف ازاي نحل معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين بيانية اتعلمني ايه لغاية دلوقتي ان لو عندنا معادلة واحدة في متغيرين من الدرجة الاولى مجموعة الحل بتطلع عدد لا نهاي من الحلول زي مثال المستطيل اللي خدنا من شوية لو دلوقتي عندنا معادلتين في متغيرين من الدرجة الاولى وعاوزين نجيب مجموعة الحل يعني ايه مجموعة الحل معناها انك تجيب جميع قيم سين وصاد اللي بتحقق المعادلتين مع بعض. طيب نعمل ده ازاي? خلينا نشوف المثال اللي قدامنا. بيقول ايه وجد مجموعة الحل للمعادلتين الاتياتين بيانية. سين زائد صاد بساوي اتنين. واثنين سين زائد صاد بساوي تلاتة. بنعمل ايه? زي ما تعلمنا في المثال القبل ده. بناخد المعادلة الاولانية وبنخلي المتغير سين في طرف والمتغير صاد بطرف. هتبقى صاد بتساوي اتنين نقصين. ونرسل من جدول زي اللي احنا شايفينه دلوقتي? قيم سين وقيم صاد. نحط اي قيمتين للسين ونطلع القيم المناظرة للصاد. اسهل حاجة بالنسبالك تحط برة قيمة لسين بصفر وبرة قيمة لصاد بصفر. لما تكون سين بصفر تبقى صاد بكام? نعاول في المعادلة دي. لما تكون سين بصفر يبقى صاد بتساوي اتنين نقص صفر. يبقى صاد بتساوي اتنين. ونحط صاد بصفر. ونعاول في المعادلة. لما تكون صاد بسفر تبقى سن بكام هنودى سين الناحنة التانية هتبقى سن بتسوي اثنين واضح كدة ونرسيب النقات دي على الشكل المتعمد عندناikutنا softly هنا حتى يكون سن بسفر ايبقى سط بكم باثنين يبقى لطيف لطيف ultي هنا هنا. ولما تكون سن باثنين يعني سين هنا تبقى سبب بكام ثباس ايبقى دي النقطة التي دอนقي тебе ثانية. ونرسيب الخط المستقيم이 اللي بيمر بالنقطة Fernando McCarthy مفهوم كده. هنعمل اللي احنا عملنا دلوقتي مع المعادلة التانية. المعادلة التانية اللي عندنا اللي هي كام? اتنين سين زيت صاد بساوي تلاتة. زي ما قلنا هنخلي سين في طرف وصاد في طرف. هتبقى صاد بتساوي تلاتة ناقص اتنين سين. وننسب الجدول. وهنحط القيم لسين وصاد. وزي ما قلنا اسهل النقاط عشان تعوض بسرعة. اختار سين مرة بصفل وصاد مرة بصفل. لما تكون سين بصفل صادة تققى بكام? نعوض هنا تلاتة ناقص اتنين في سفر يعني صاد بتلاتة. ولما تكون صاد بسفر هتبقى سين متساوي تلاتة على اتنين يعني واحد ونص. واضح كده نرسل المستقيم على الشكل المتعامد. لما تكون سين بسفر صاد بتلاتة. ولما تكون صاد بسفر صاد بواحد ونص. تقريبا هنا نوصل المستقيم بين نقطتين. ايه هي مجموعة الحل بقى دلوقتي? من الشكل البياني هي نقطة التقاطع على المستقيمين. اللي هي النقطة دي. بعرف النقطة ازاي? باجي عند نقطة التقاطع وبسقط عمود هيكون عمودي على محور السينات. ومن نفس النقطة هسقط عمود على محور الصادات هيكون عمودي برضو. زي ما احنا شايفين ان النقطة دي واحد والنقطة دي واحد. يبقى مجموعة حل المعادلة هو الزوج المرتب واحد وواحد. واضح كده? يبقى لو عندنا مستقيمين متقطعين. يبقى مجموعة الحل هي نقطة التقاطع. فاهمين لحد كده? دلوقتي لو انا عندي مستقيمين متوازين او مستقيمين منطبقين. وقال لي اوجد مجموعة الحل للمعادلتين. يا ترى مجموعة الحل بيشكلها عامل ازاي في كل حالة. نشوف كده. زي ما احنا شايفين في الشكل المتعمد الاوليني. انا عندي مستقيمين متوازين. لو قال لي اوجد مجموعة الحل للمعادلتين. زي ما قلنا ايه هي مجموعة الحل? هي نقطة قطع المستقيمين. صح? في المستقيمات المتوازية مفيش نقطة قطع بينهم. يبقى مجموعة الحل ايه? فايل. واضح كده? بنكتب بين حا اقتصال لمجموعة الحل. في الشكل التالي اللي احنا شايفينه وعندنا مستقيمين منطبقين. زي ما احنا عارفين مجموعة الحل هي نقطة قطع المستقيمين. زي ما احنا شايفين كل المقطة على المستقيم الاولاني هي نفسها على المستقيم التاني. وبالتالي جميع نقطة المستقيم هي مجموعة حل للمعادلتين. يبقى مجموعة الحل في حالة المستقيمات المنطبقة هي عدد لا نهائي من الحلول. لغاية دلوقتي احنا تعلمنا ازاي نحل معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين بيانيا. في حالة ازا كانت المستقيمين متقاطعين او متوازين او منطبقين. تعالوا دلوقتي نشوف ازاي نحل المعدتين جبريا. المسألة اللي قدامنا بيقول لي اوجي المجموعة الحل للمعادلتين الاتيتين جبريا. سين زاد اتنين صاد بسوي تلاتاشر. وسين نقصات بسوي اربعة. علشان نجيب مجموعة الحل لأي معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين جبريا. عندنا طريقتين. الطريقة الاولى اسمها طريقة التعويض. ايه هي طريقة التعويض? اني بستخدم اي من المعادلتين اللي عندي. واجيب متغير بدلالة الاخر. وبعوض به في المعادلة التانية. فهتطلع معادلة عندي في المتغير واحد. اقدر احصل عليه. وبعد ما احصل عليه قليب المتغير التاني. خلينا نشوف بنعملها ازاي. المعادلة الاولى عندي سين زاد اتنين صاد بسوي تلاتاشر. والمعادلة التانية سين نقصات بسوي اربعة. وانت بتحيل طريقة التعويض وخد المعادلة الابسط. المعادلة الابسط اللي عندنا اللي هي سين نقصات بصوى 4. ما عندناش ارقام مضروبة في المتغير. بتبقى بالنسبة لكم سهلة. بتقدر تعود بها بسهولة. هناخد سين نقصات بصوى 4. هانا عندنا سين نقصات بصوى 4. هعمل ايه? هجيب المتغير بالدللة المتغير الاخر. يعني سين بتساوي 4 زائد صد. اود المتغير صد في الطرف التاني. كده بقت عندي سين بيساوي 4 زائد صد. اخد المعادلة اللي انا طلعتها دي. واعود بها في المعادلة التانية. المعادلة التانية اللي عندي اللي هي سين. زائد اتنين صد. بيساوي 13. هعود عن سين في المعادلة دي. هتبقى اربعة زائد صد. زائد اتنين صد. بيساوي 13. عملت ايه? عودت عندي هنا. واضح? اللي هو المقدار ده. بقت كده عندنا معادلة في متغير واحد. هتبقى تلاتة صد. بتساوي 13 نصة 4. عملت ايه? جمعت الحدين دول. ووديت اربعة ناحية التانية. يبقى 3 صد بتساوي 9. ودي منها صد بتساوي 9 الى 3 بيساوي 3. انا كده اجبت قيمة صد اقدر عود في المعادلة دي. اللي هي ممكن اسميها واحد. هتبقى سين بتساوي اربعة زائد تلاتة. يبقى بتساوي سبعة. يبقى انا كده اجبت قيمة صد. وجبت قيمة سين. يبقى مجموعة الحل للمعادلتين جبريا. الزوج المرتب لو سين وصاد. لو كام سبعة ثلاثة. وضع الطريقة التعويض. فتحو الطريقة ت Luo. اهم طريقة الحصف. ايه طريق الحصف? بنخلي احد المتغيرين في علشان يعني هذا معي كوز جمعي للاخر في علشان. اب dentاء عملية طرح بنحصل على معدلة جديدة هيبقى فيها قيمة متغير 1 بعد نمش hak Eden'S method Back zusammen. وسaye على كأس من المعدلاتين عندنا علشان نجيب المتغير الاخر. هنعمل ده زي? خلينا نشوف فنفس المعدل اللي عندنا اللي احنا التنية تلتى المعادلة التانية دي في سالب واحد اي قدرة اجمع المعادلتين؟ فالمتغير سالب سالم سالب هو الساتجب DB كل ما اجمع المعادلتين في سالب واحد واضرف المعادلة التانية وعلى Technologies يضرب الدول العام في سالب واحد المعدلة التانية دي هتبقى شكلها ازاي واضح كده هدرب في سلب واحد هتبقى سلب سين وسلب واحد في سلب صاد بمجب صاد واربع相 في سلب واحد ثالب اربعة بالشكل ده هدرب هجمع المعدلة الرقم واحد والمعدلة الجديدة هجمع المعدلة دي والمعدلة دي سين هتروح مع نقصين وثنين صاد وصاده تبقى تلاتة صاد وثلاثة جد לשين لم تعد ناس CO6 بتدينا تسعة مظامر يبقى قيمة صاد بتسوي تسع على ثلاثة très ثلاثة. مفهوم كده? اعود في اي معادلة من اللي عندي. المعادلة رقم اتنين. هتبقى سين نواس ثلاثة بيساوي اربعة. ودي منها سين بتساوي اربعة زائد ثلاثة بيساوي سبعة. اذا مجموعة الحل اللي هو الزوج المرتب سين وصاد اللي هو سبعة وثلاثة. ودي نفس النتيجة اللي احنا حصلنا عليها بطريقة التعويض. اتفهمت كده? عرفنا دلوقتي ازاي نحل معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين جبريا. خلونا دلوقتي ناخد مسائل مقالية. عشان نتدرب اكتر على حال المعادلات. المسائل المقالية اللي على الشكل ده بتيجي في الامتاعين كتير. وبيبقى فيها افكار. فالمهم جدا تتدرب ازاي تحلها. لما تحلوا المسائل من النوعية دي. ابدأ اراها واحدة واحدة. واحدد المتغيرات اللي فيها بالراحة وعلى مالك. خلينا نتعلم ازاي نحل المسائل دي. ازا كان عمري احمد وخالد الان تلاتة واربعين سنة. وبعد خمس سنوات يكون الفرق بين عمريهما تلات سنوات. توجد عمري كل منهما بعد تسع سنوات. ايه ارى المسائلة كلها مرة واحدة? وبعد كده اراها جزء جزء. ازا كان عمري احمد وخالد الان تلاتة واربعين سنة. يبقى احنا عندنا متغيرين في المسألة. احمد وخالد. هفرض عمري احمد الان سين. وعمري خالد الان صاد. واضح كده. يبقى عمري احمد الان سين سنة. وعمري خالد الان صاد سنة. يبقى عمري احمد الان وعمري خالد الان مجموحهم بيساوي كام? كمان بروفع لكم. مجموحهم الان ساوي تلاتة واربعين. نكمل بقى المسألة. وبعد خمس سنوات يكون الفرق بين عمريهما تلات سنوات. اخد بالكم من وطر اللي جاية دي. بعد خمس سنوات المفروض عمري احمد وعمري خالد هيكون كام? عمري احمد الان سين. يبقى بعد خمس سنوات هيكون عمره كام? سين زائد خمسة. وخالد هيبقى صاد زائد خمسة. دي مهمة جدا عشان متلغبطوش. وبعد خمس سنوات يكون الفرق بين عمريهما تلات سنوات. يبقى الفرق بينهم? الفرق بين عمري احمد وعمر خالد. قد ايه? تلات سنوات. ودي المعادلة رقم اتنين. اوجد عمر كل من هما بعد تسعة سنوات. متشغلش نفسك بالحتة الاخرانية دي دلوقتي ابدأ حيل المعادلتين وطلع قيم سين وصاد. اللي ايه عمري احمد وعمري خالد. الان. هنبسط المعادلة التانية. فكتل الاخواس هتبقى سين زائد خمسة. ناقص صاد. ناقص خمسة. عندي موكب خمسة هتروح معه ناقص خمسة. هيبقى شكل المعادلة. هيبقى سين مع الصاد بيسوي ثلاثة. هحيل المعادلتين مع بعض. المعادلة الاولانية والمعادلة رقم اتنين. المعادلة دي والمعادلة دي. هنستخدم طريقة الحسف ولا طريقة التعويض. اللي سهل بالنسبة لك حل بيه. بس انت رازي بتقواخد بالك. انت عندك في المعادلة الاولانية سين زائد صاد. وعندك في المعادلة التانية سين ناقص صاد. خد بالك هنا في صاد بالاشارة المجابة وهنا في صاد بالاشارة السالية. يبقى استخدم طريقة الحسف ان هتسهلك المسألة وتبقى اسرع. لو جمعت المعادلتين هتحلل المسألة بسرعة. بجمع واحد واثنين. اللي هيحصل موجة بصاد. هتروح مع صاد. وسين زائد سين بتساوي اتنين سين. وتلاتة واربعين. زائد تلاتة ويساوي ستة واربعين. يبقى اتنين سين بتساوي ستة واربعين. يبقى سين بتساوي ستة واربعين على تلاتة واربعين. وعمر خالد اللي هو صاد بكام? اعوض في اي معادلة من اللي موجودة. اعوض المعادلة الاولانية. هتبقى تلاتة وعشرين زائد بتساوي تلاتة واربعين. هيبقى صاد بتساوي تلاتة واربعين ناس تلاتة وعشرين. اللي هي بيساوي عشرين سنة. دلوقتي بيقول لي ايه وجد? عمر كل من هم بعد تسعة سنوان. يبقى هجمع لعمر احمد. وعمر خالد تسعة سنوان. اللي هو بيساوي ايه? سين زائد تسعة. وصاد زائد تسعة. اللي هي تلاتة وعشرين. زائد تسعة. اتنين وتلاتين. ده عمر احمد. وعمر خالد عشرين زائد تسعة اللي هو كام? تسعة وعشرين سنة. اتفهمت المسألة? بكده يبقى خلصنا شرح الدرس. مهم جدا انه تحلوا اسئلة على الدرس. هسيب لكم اسئلة تحلوها. الاسئلة دي هننزلها في المنتدى. وان شاء الله هنحل لنا من خلص شرح الترم كله. اجتهد ان انتو تحلو المسائل دي. ولعندكم اي صفصرات اكتبوها تحت الفيديو. وانا هردو لكم عليها ان شاء الله. عاوزكم تدعموا القناة. اعملوا لايك للفيديوهات. وشايروا الفيديوهات لزمائلكم. واتمنانكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.